في مرة من المرات جاء شخص يقول للمسيح أتبعك لكن ائذن لي أولا أن أذهب وأدفن أبي فقال له المسيح دع الموتى يدفنون موتاهم أما أنت فاذهب ونادي بملكة الله عندما تفكر في هذه العبارة من هم الموتى الذين سيدفنون الموتى الموتى روحيا يدفنون الموتى جسدين والرسول بوليس في رسالة أفسوس الأصاح الثاني العدد الأول ذكر هذا بكل وضوح وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا أستنتج من هذا أنه يوجد نوعان من الموت الناس لا ترى إلا نوع واحد هو الموت الحرفي الجسدي فلان مات يعني روحه فرقة جسده لكن فيه موت آخر لا يعرف إلا من يقترب من الكتاب المقدس هو الموت الروحي يمكن أن الإنسان بياكل بيشرب بيتحرك بيعمل لكنه ميت روحيا لأنه يعيش متجنب عن الله بيعيش بدون علاقة مع الله من خلال المخلص الوحيد الرب يسوع المسيح موسيقى ترجمة نانسي قنقر